اوكي ايوه يا السلاءو ايو الشباب سلام عليكم معكم اخوكم معازا وعستيكو ارجعت لكم بحلقة جديدة من لعبة مون بازو وهدولين جاهزين اه حلقة اليوم يا شباب اول شي شكرا على الدعم السلسلهي الجديدة طبعا احنا عملنا اللي ما بعرف او اللي متابع جديد السلسلة عملنا السلسلة الماضية عن هاي اللعبة اه كانت اول بداية تنزيل اللعبة فكمان احط لكم السلسلة الماضية اللي ما شافها فشكرا على الدعم اللي صار بالحلقات الماضية طيب يا شباب حلقة اليوم راح جمعي شوية اخشاب وراح نساوي المصنع تبع المبلز مشان الشراب يعني شباك مع النام شلون نات اناف سبيس ليش ما في اس بيس مع النام شوش لون هيكي مو راضي يحفر حفرة جديدة او يطلع هيكي واحدة هي ليش شو القصة خلاص ثلاث بعدين انا بساوي اخل في الكواليس حلقة اليوم متل ما انتلكون راح نجمع شوية اخشاب وبعدين نروح عند المصنع هداك او مكان المصنع مشان نساوي المصنع المبلز او الشراب مشان يعني نساوي الشرابات ونبيعون وكمان اه ودال ما اروح اشتري شراب انا بصنام عندي فخلينا نروح نعمل بس هيكي نظرة هنيك لان نروح بهديك ومو هاي نروح بالدباب هود نروح من هون وليش هالشجرة هاي هون لون كان هاي وقد الجسمو وقد تجميع الخشب لفرانكس اوكي شباب هاده هو المكان المصنع مثل ما اكون شايفين هون حاطين علامة فاول شي نجي لهون اوكي بلايس بينغ لوج محتاج اه بينغ بن طيب محتاؤوا راحي محتاج اربعو ستين حبه من الاخشاب اعواد الاخشاب فلازم نجمعه نقطع ال اللي اسمه الاشجار اللي حواليه او قطع الخشب الهنيك عند البيت شوار بعيد بعدين خلص انا اقطع هون وجيب الشي اسمه التروك هي البهبهاني شغل معني شو مع مشتغل ليش؟ قبل شوي كان شغل اوكي، مشتغل فخليني روح جيب البهبهاني اول شي وجيب المنشار او شو كمان جيب نجيب الاطاعة مو محتاجين الاطاعة الطاعة بتقسم الخشب بالنص احنا ما بدنا بالنص بدنا نعود كامل خليني نجيب البهبهاني اول شي وين المنشار المنشار هون يمكن اليكم نحط الياهون بعدين خليني ناكل ونشرب اول شي لانه عطشانين ها اوكي تمام شو راكم يا شباب الحلقة الجاية نجيب الكلب الكلب ليون حطه هيك معنا مشان يعني يكون مرافق النا حسن ما نكون لحالنا طيب شو لازم اخد كمان خليني نشوف مشان ما روحوا اجي مرتين ثلاثة اخد كل شي بنقلة وحدة شكله ما في شي فخليني نروح يلا في عندي هاي هاي ما بعرف اذا بقدر استفاد منه ولا لا يعني مثلا ناخد الاخشاب حطن عليها ونقلهم هلا بنجرب هلا بنجرب يلا طيب طيب وصلنا لهون خليني بس طفي السيارة خليني شوف اول الشجرة كم عود بالطليع وقعلي هاي لشوف بعدين قصن هيك هيك بها الطريقة اوكي كم واحدة طلعت واحدة تنتين تلاتة اوكي اربعة خمسة ستة اوكي ستة ستة حبات الشجرة الوحدة طيب انا على قل بدي عشرة مشان قطع ستة اشجار وخلصة الحكاية الشجرة بيكون عشرة فيا وخلص طيب نحط بهالطريقة هيك متل ما نكون شايفين اوه ليش هيك مطيت صارت كبيرة طيب ما علينا خليني نشوف ان نوديهم بهالطريقة هيك انك شو عم تنمد عم تصير طويلة مشوف قديش طولة هيك صغيرة عم تصير طويلة اوكي هاي حطينا الستة اول شي خليني كمان نكمل على الباقي انا ما بدي اطع هون تعرفوا ليش لانه مشان ال الشراب راح نجيبه من الاشجار المبل وينو هادو الاشجار المبل ما ايه ليكو هادو الاشجار المبل لازم ما اطعو اطع هادا النوع هو اصلا محتاج هادا النوع بتنيكو'm pine محتاج هادا النوع معناته εδώ هيك شو مكتوب هون Pine logs ما شو هو الكلمة هي فاحطة لي هيك محتاج هادو النوع معناته أوكي سهلت علينا الشغل طيب سendت 18 حبة وبلاش يصير الليل فهلا صار وقت للسيارة ناخد l... الحبو البهبهاني بعدين من مر على الأشجار واحدة واحدة ونحط ال... الأخشاب فيها ونقلtro قللون واحدة واحدة الاول ولكن لهم يعني دفع واحدة الاهنيك اوكي يا شباب من هالطريقة عمجمع الاخشاب وحطن هون ع السريع فبس شوي صعبة لانه معم يسعوا كل الاخشاب فهم همشو اشكلة مهم يعني ان نحمل لقدر العدد الاكبر يعني اوكي يا شباب باك آخر حبة هطاله شوف مالنين شوف شوف شي حيصيد حسناً بحاجة اشتركوا في القناة اصنع بالله من السرعة ما شيكت عليه طيب خلينا شوفوا بالله طبعا يا شباب هون في عندي الخزان خلينا نشرح لكم شوي عندي هون خزان منحط في شو اسمه يا ربي المبل المبل منين بيجي من الأشجار هاي هذا النوع من الأشجار بيأنتج مبل بتوصل هالأشجار هاي كله على المعمل أو على الجنريتر هون هات تمام بعدين من هالجنريتر بيفوتهم على السخان هون ومن هون بيعملها فلترة وما فلترة وبيشتغل الوضع بعدين هون بيصير الشراب جاهد فهي مشوار يعني بده شغل بده حلقة خاصة طبعا كمان فيك تطور المخزان وتضيف شا اسمه الترمبة وتضيف فلتر جديد وتضيف خزان جديد فهذا كمان رح نساوي بالحلقات الجاية بس أهم شي هلأ ساويته هون في عنا خزان خارجي مشان يخزين المبل مشانيك أنا ما قصيت هدول الأخشاب لأنه هدول الأشجار عفون لأنه هدول الأشجار رح احتاجون كتير نازم يكونوا موجودين وكمان بزرع حواليه ما في مشكلة طيب شو رأيكون خلينا نشيك على المحل تبع المصانع شوف شو عنده معدات شوف أسعاره كمان أنا ما أظن أسعاره غالية والله أوكي رجع البهبهاني على القراج خليني أخذ البي ام طفل يشوف هو معلش دي 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 والله كأني نسيت نجرب هاي أنا تعالي شوف بالله هاي نسيت جربها أنا أقول فيها الأغراض والأخشاب شو رأيكون نجرب في خشبة هوني نسيانة ما أخذتها وقعت من السيارة كذا في واحدة ولا لا وفي شي هنيك وهوني ذكرت ذكرت في عندها الخشبة أوكي تعالي نجربها بالله أنا نسيت جربها هاي والله خليني نجربها هلا بس وحدة و بس وحدة ما أبيس ع غير وحدة بس يلا منيحني ما أجربت معناتها كان ضيعت لي وقتي أوكي أوكي خليني نرجع معناتها على البي ام ونروح على المحل المصانع طيب يا شباب رح أوصل عند المحل وبرجع لكم يا شباب وصلنا هون المصنع هون موجود ما إليكم مو المصنع محل المصانع فاتح ولا لا إن شاء الله يكون فاتح أوكي هم أحنا معلم شو اسمو هذا إيريك أوكي شونا معلم هل لسه عمشوف معناتها؟ لا لسه عمشوف معناتها ما حاني مشوف أوكي في عنا هون العواميد هذول رح أحتاجهم وفي عنا هون الخراطيم وهون في الدبابيس هذول الدبابيس اللي بيتركبوا على الأشجار اللي انتلكون عليها طيب هون هون في عنا شو هاد وهذا المخزن أنا ما أظن أي مخزن كبير هاد أوكي حلو هذا من غيره بدال المركب اللي صغير فحاليا رح خلي أنا صغير هلأ بس بدايا يعني وفي عنا هذا الخزان الأوتوماتيكي لأنه اللي عندي مانوال بدأ تحط له أخشاب مشان يشتغيل هذا أوتوماتيكي كهربائي وفي عنا هون شو هاد هذا يمكن الفلتر ممكن أي فلتر هذا ممكن أوكي وفي عنا أوه هاي شكلة جديدة هاي شكلة جديدة ايه والله آآ ترك بد تنك أيوه والله هاي حلوة هاي تتركب وين يا حزركون هاي تتركب على البهبهاني ورا والله بتصير حلوة هاي بس إذا بدرك إذا ركبتها شلو مدي فكه ما بعرف خليه خليه عن جربان إن شاء الله بالحلقات الجاي منجربها وهون في عنا اللي بتساوي هدول الكنز مشان يعني تساويهم شرب بعد ما يخلص بتعبيهم هون فهدول الأشياء إن شاء الله رح نشتريهم بالحلقات الجاي بس لي كل أسعار عشرة آلاف ويأديش عشرة آلاف 13 ألف ويشو 18 ألف والله سعار غالي نار والله هدول البراميل لازم نشتريهم كمون وشان نخزن فيهم المبل أو الشراب ونبيعهم هون هون منبيعهم لما يكونوا فول منجي نبيعهم هون ونحطهم هون هالمكان وان شو هون باكذا أوو يا السلام أوكي أوكي هاي فهمتها عرفت هذا وظيفته هذا الخزان اللي هون هذا وظيفته لما تعبي وتحطه وتركبه على البهبهاني بتجي تفرغه هون والله حركة حلوة هي كمون ممتازة والله ان شاء الله بالحلقات الجاية رح نساويه سكر البوب خلاص عرفت شو بدي ساوي اوكي يا شباب رجعنا على البيت صف السيارة بالله طيب يا شباب على العموم هاي كانت حلقتنا لليوم نساوينا المصنع وان شاء الله بالحلقات الجاية رح نطوره ونشتري المعدات تبعه كاملة ونستفيد منه فبس لهم تكون خلصت حلقتنا لليوم يا شباب اتمنى لحل عجبتكن لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد كان معكم اخوكم معاز او عستيكو والسلام عليكم